أسوأ وأوحش أنواع اليوت إن الواحد يحس باليوت رغم إن أبوه وأمه عايشين ده اللي حصل في حكاية إكرام بطلق السحقيه النهارده مامتها وباباها كانوا من الأرياف وجم يعيشوا هنا في القهرة ليه؟ عشان باباها بيشتغل هنا لحد ما وصلت إكرام للإعدادية وقتها أمها ظهر لها ورس كبير أوش بلدها طلبت من أبو إكرام إن هو يسيب شغله ويرجعوا يعيشوا في البلد تاني يبقوا جنب الورث رفض زدت الخلافات ما بينهم وخلاص مش عارفيني يوصلوا لحل أثرت إن هي ترجع فاتطلقوا سابت الأم إكرام بنتها ومشيت مركزة طبعاً في الفلوس والفلوس والفلوس وبس إكرام كل ما تتصل بمامتها تقول لها هقفل عشان عندي شغل المكالمة ما بتكملش دقيق عاشت إكرام على الحال ده تلاتين سنة بحالها من غير أخ ولا أخت ولا أم تحدى ما بابها اتواف بقت إكرام لوحدها في الدنيا جالها مرض مزمن بيخليها بتعاني من سوق النوم تعب تيبوس في العضلات غير إن هي طبعاً جالها عوقدة من الجوائز بقى عندها سبعة وربعين سنة ولسه أنزل وساعتها إكرام طلبت مامتها إن هي تيجي تعيش معاها رفضت الأم قالت لها تعالي إنتي أنا قاعدة في البلد جنب الورث إلا أنا شايلهولك لما جربت إكرام تروح تعيش معاها ملاقيت نفسها غريبة وحيدة رجع التاني قاهرة الأم كبرت في السن محتاجة حد يراعيها وفي نفس الوقت محدش قادر مش قادر أقول مش عايز محدش قادر يروح للتاني محدش قادر يعيش مع التاني عشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور إلهامي رميلي استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري عشان نشوف هنعمل إيه منوران يا دكتور أبارك يا دكتور إلهامي إيه رأيك في قصة النهاردة هي قصة طبعا موضوع المشاكل العائلية منتشر كتير جدا وأكتر حاجة بتأثر في الأطفال في صغرهم موضوع المشاكل الأسرية دي طبعا أكتر حاجة بتعمل الأمراض النفسية لما بيكبرو أكتر حاجة بتسيب أثر في البني أدمين عمتا زي ما يجي يقولك ترومان هي حاجة مكملة معاه فوريفر في حياته كلها طبعا النقش في الصغر كان نقش على الحجر يعني أي حاجة بتحصل وهما صغيرين بتفضل معلمة جواهم لغاية ما بيكبروا الزاكرة بتبتدي تتكون إمتى؟ الزاكرة بتبتدي تتكون من نقول من ثلاث سنين بيبتدوا يعني ثلاث سنين يقففكرين؟ أه طبعا يعني أنا خالتي توفد وإحنا عندنا ثلاث سنين أنا مش فاكرة خالص يا دكتور حتى مامي بتاعت تفكرني بيها؟ أنا مش فاكرة الزمن اختلف تكنولوجيا بقت مطورة دماغ بشكل مش طبيعي دلوقتي من ثلاث سنين يقعد يركز معايا ويفتكر لي حاجات؟ جدا جدا كل حاجة كل حاجة يفتكر يفتكر بس مش طبعا مش زي بعد كده يفتكر حاجات بسيطة يمكن يفتكر جدته ويفتكر مواقف آه يفتكر طبعا أنت بتلاقي الطفل عنده ثلاث سنين دلوقتي وبيكلم كلام أنت بتصور به أصلا تقولي إيه ده انت عرفت ده من إيه فالتكنولوجيا طورت الدماغ بتاعت الأطفال بشكل مش طبيعي طب وإكرام بعد دلوقتي إيه راجي في مامتها؟ هي حالة مرضية إيه ده وده بيبقى مرض؟ طبعا ولا بتبقى الأم عايزة تشملها أنا عايزة أعمل لإبني الأصلح الأم حنين البيت ده الأب الأمين والأم الحنين فالأم في حالة إكرام هي تجردت من كل معاني الأمومة خالص إحنا بيجي وقت علينا قافل أول من المفكر وإحنا سوى يارين بأنانية أنا وعايزة بقى لمجرد ما بيبقى عندك طفل ويكبر قدامك خلاص بتنسي نفسك نهائي بكل اللي بتفكري فيه الطفل ده أنا حربيه إزاي بس أحيانا بيبقى العكس بتحسي أن الأب بيبقى حنين أكتر الأب بيبقى حنين أكتر طعم والأم مركزة تحسي أنها صح صحة في فلوس في مش عارف إيه ده ممكن يعمل عند الطفل مشاكل؟ طبعا يعني كل واحد يقوم بدوره أحسن؟ طبعا الأب أمين الأب أمين دايما والأم هي الحنين فهي فقدت إكرام العامل للحنين في حياتها طب وليه ما كانش ينفع الأب أنه يرجع الإلهام؟ يعني ليه دايماً الست بتتبع الراجل في شغله؟ طب ما أنا جالي ورث ما يضحيتش ليه وجيت معايا وكان بنتين عاشت معايا ممكن هو مرتبط بشغله مرتبط بنيته هي الست اللي بتبقى تابع الراجل مش الراجل اللي بيبقى تابع الست ده فيه ناس بتعتبرها إهانة ليهم ليه بقى؟ يا دي ثقافة مجتمعية ماينفعش الراجل يروح مع مراته ويريحها؟ لا مش حكاية ثقافة مجتمعية القوامة هو حسس أن الست هي اللي تبعه مش هو تبع الست أيا كان كانت كانت تقدر توازن الموضوع ده كانت تقدر تشوف حد يتابع موضوع الورثة في البلد كانت تقدر تشوف حاجات كتير قوي كان يقدر هو يروح معاها برضو كان يقدروا مثلا يروحوا يتابعوا ويرجعوا هو استقراره هنا هو عامل مكانه في المكان ده كان شفع يشوف شغل هنا عشان يرايح دماغه ويكسب عيلته؟ نحن ما نعرف شو وجهة نظر الأب في الموضوع ده إيه بس أنا كحاجة حالة عامة لا دايما الست هي اللي بتبع جوزها مش الرجل هو اللي بيتبع مراته بيعتبروها إهانة بيعتبروها إهانة في حقوق دايما يقول لك لا ما يصحش أيوة إهانة هو أنت لا تصرفي على البيت ولا يهانة يعني زي يقول لك مثلا بتبقى الستة مثلا معروفة أو يقول لك مادام فلان أو يقول لك لازم يقول مادام فلان ما يفعلش يقول ده ده مراته فلانة لا يعني الرجالة فعلا ممكن تزعل لو حد قاله أنت أجوز كذا أجوز فلانة أه طبعا أه ده تجوز سريع ابسلام دي حاجة تزعل طب مش معنى أبه سريع ابسلام ما بيزعلش وأخه سريع ابسلام ما بيزعلش لا بس أنت تبع الباباكي وأخوكي أنت اللي تبع لهم مش هما التبعين ما هو جوزي أنا تبعه وتبعني أنا متقال أنت مرات بس القوامة المين للراجل دايما دي حاجات من قديم الأزل يعني خلاص هي سنة كونية ما ينفعش أن إحنا نغير فيها فيش راجل يبقى أحنين شوية يجي على نفسه شوية بس دايما هو شايف أن ده كان مكانه وده وضعه من الأول وهي كانت موافئة وعايشة كده أول ما ظاهر لها الورث هي فضلت أن هي تسيب كل حاجة وبدت مصلحتها عن مصلحة بنتها وعلى مصلحة بنتها أو خاف من نظرة الناس له ممكن هو تابع لمراته أول ملأة الورثة راح معاها في المكان الفوليني هو ممكن حسبها بحاجات كتير جدا بس أنا كنت شايفة الوضع الصح أن الأم تفضل مع بنتها ممكن يتابعوا الموضوع ده يسافروا مرة أو مرتين ويشوفوا حد هناك يقف على الورثة ده ويزبط الدنيا هناك ما كانتش سابت بنتها هي البنت في السن ده أكتر وقت محتاجة فيه للأم أكتر من قبل طب ومشاعر الأمومة دي بتختلف من ستة لستة آه طبعا والله مش عرب بنا بيزرعها فينا من ناحية صغيرين بس فيه أم إحناينا قوي وفيه أم أهم حاجة مصلحة أهم حاجة أنا بقى إيه وفيه عيال بتحب أمهاتها قوي عن عيال تانية ممكن ما يفرقش معهم الأم ده بجد؟ على حسب الأم عاملة إيه مع الطفل شكرا زرعت إيه؟ زرعت إيه؟ طبعا ما تحصدين؟ طبعا أنت اللي بتعملين نهاردة هتلاقيه بكرة هو ده بقى اللي بقوله المامة إكرام هي ما عملتش أي حاجة مع بنتها مستنية دلوقتي لما البنت عانت طول عمرها في الطفولة عانت من عدم موجود حنين عدم شايفة كل زمايلها وكل صحابها معاهم أمهم حنانها وكل ده هي تحرمت من حاجات كتير كتفين الأم في كل ده بتقولك أنا كنت بتشاهد بخاف ما يطلعش علي صبح أيوة البنت عانت كتير وإيه المرض اللي لدي ده؟ إيه الفايبروميالجيا ده إيه؟ ده إلتهاب عضلات ليفية يعني إيه ده بيعرفون مين بتشخص إزاي؟ بيسبب ألام أيوة ده بيسبب ألام شديدة في العضلات والمفاصل بيعمل إلة نوم أرق ده بيجي عن طريق الاكتئاب كمان بس ده مرض مرض طبعا احنا كلنا بتلاقينا عندنا فترات بنابقى كده التهاب فترات عضلاتنا كلها مش قادرين نحركها ومش قادرين نمشي أيوة التهاب عضلات ده بيجي عن طريق حالات اكتئاب شديدة بيدخل بعد كده نحنا الاكتئاب والألق ده بعد كده بيأثر على جسمنا بيعني الحاجة في الأعصاب وفي العضلات طبعا ألام شديدة في العضلات وفي المفاصل وقلة نوم أرق اكتئاب بيروح طبعا عن طريق العلاجات والأدوية وعلاجات مضادات الاكتئاب وبيروح عن طريق كده يعني أدوية لازم تتعالج بما انك يا دكتور في اسكندرية اسكندرية يمكن كلها عارفة بعض اه طبعا اسكندرانية أجد عني اه طبعا كلها عارفة بعض بتحس ان هي صغيرة جدا ان درجة ايه قد المعادي مثلا في القاهرة اه اه ده حقيقا شفتي الحالات دي قد ايه كتير ده موجود في مجتمعنا بجد يعني ده بدأ يروح ولا بدأ بيكتر انا عايزة عارف ده ده غورنا عين ما بتبقاش بنت واحدة ده ممكن يبقى 3 أ4 والأم بتفضل مصلحتها على مصلحة الولاد ولا بتفضل عيل من العيال لا بتسيب كله اه كله فيه أمهات تعمل كله يعني لو اطلقت اخذ العيال اخذ عيالك تسيب وتقول لك لأ أنا مصلحتي أنا أعمل كده أرجوك الزيارة ومعاشتش أو أنا محتاجة أكون نفسي بس الأم اللي كده بقى دايما أقول لها ما تستنيش بقى من ولادك دول خير بعد كده بصراحة اللي أنا شايفة يعني ما فيش عيل ممكن هم بيتعذبوا الألم اللي بيشوفوه في عدم وجود الأم بيخليهم يقسوا عليها قوي قوي لأن بيتربوا يتمق في وجودها فكل ما طفلي يشوف أم مع ابنها في مدرسة في مكان خروجة فأي حاجة خلاص دي عقدة بتتربى عقدة جواهم بيحسوا أنه إيه بيحسها بيحسوا بليطم في وجود الأم ده بيبقى أصعب من ليطم في وفاة الأم لأن الأم موجودة واستغنت عنهم ده بيبقى الوجع أكبر يعني زي معامل عقدة الإكرام واني تقول مش عايزة تجوز أه طبعا أقول لك ليه ليه؟ لقيت أقرب إنسانة لها في الحياة استغنت عنها طب فقد الشيء لا يعطيه يعني هي مش عايزة تخلف عشان تدي الحنان ده؟ بصي النظرية دي بتختلف على حسب الشخصية فيه فقد الشيء يعطيه ببزخ وفيه فقد الشيء لا يعطيه على حسب برضو هي من جواها حنينة طبيعي الأب عرف يزرع الحنية جواها عرف يحتويها عرف يعمل حاجات دي كلها أو لا لا لو الأب عرف يعوض الحاجات دي ممكن تلاقيها حنينة بس هي مش عايزة تتجوز ده هي تعقدت خلاص هي قريتي تعقدت يعني قالت لك إيه أنا أقرب حدي ليه كان مفودي الديني الأمان والحنان استغنت عني أني خلاص حسن بالفراء وفلاص الزوج اللي حييجي ده مش هيعوضني عن الحنان ده وفي نفس الوقت هي خايفة من حتة الأمومة طب ما ممكن يطلع زي باباها ويطلع كويس وسنة دو ده هي خايفة من حتة الأمومة اللي ما حستيش يا ما حستش بحنان الأم مش هتعرف تدي ده لحد أو خايفة أن ييجي وقت أن هي حد يتحط في الوضع اللي هي تحطت فيه مش النهية اللي تبعد لا ممكن يحصل انفصال ما بينها وبين الأب أن الأب ياخد ابنه أو بنته أن هي تنفصل عن الطفل ده فهي حتة عدم وجود الأم عميت لها عقدة عقدة نفسية مش قادرة تبقى أم بس هايز عرف ليه الواحد مايروحش يعني ما ميجي مثلا يقولك إيه هنروح يومين البلد نغير جو نشم هوا نظيف ناكل فطير ناكل أكل صحي تعيد فكاري ناكل بسمن البلدي حتى لو كانت بتخم بس انت مسكحية عن اللي احنا مناكله هي مفكرتش أنه هي ممكن تاخدها من ناحية علاجية وتروح لما ميتها هي مش شايفة أم هي مش شايفة أم خلاص ومش عايزة حتى تتعالج يعني مش شايفة نها هي بعد وفاة الأب هي كانت بتتحيل عليها إن هي محتاجاها والأم برضو كانت بتتعامل بغبئة بأنانية فخلاص أنا وقت ما احتاجتك فأصعب فترات حياتي أنت تخليتي عني بإكرام فيها الخير أن هي ما نسيتش مامتها بزا يعني كويس أن هي بتكلمها فعلا لأن في حالات بتقطع ما بتقبلش أي أعذار خلاص أنت يعني تخليتي عني في عزة احتياجي ليكي جاية دلوقتي لما أنت احتاجتيني عايزيني فالوضع صعب يعني هي صعبة مع إكرام قوي وأنا صعب أنا علي الأم برضو لأن هي عملت جدا طب الأم ممكن أن أغير فيها أي حاجة فات خلاص فات زمن التغيير خلاص دلوقتي جيتي وقت احتياجك ليها كان الوقت تقدري تغييري بعد وفاة الأب كان ممكن الأم تروح تحتوي بنتها وتقرب منها وتعوضها بقى على وجود الأب ده حتى لما إكرام كانت بتكلمها تقول لها لأ أنا مش جغولة إقفلي أنا يعني أنت ملكيش حجة ده تليفون يعني حتى محتويتهش بالتليفون طب إكرام ممكن نغير فيها حاجات إكرام أنا لو ححب أكلمها ده أصعب حاجة فإكرام أقول لها يعني هو البر لو أنت تقدري عليه ده سوابك عند ربنا كبير قوي لو أنت تقدري عليه لكن لو أنت مش قادرة عليه أنا مش حارة فأقولها تعمل إيه طب مع جملة عمري راح أنت بتسديني في حاجة اسمها لعمر راح هو العمر ما راحش بس هي محسيتش فيه بس هي عشان ضاع أحلى فترات عمرها فعدم وجود حنان الأم فعدم وجود عقد شايفها قدامها وجود أم كل زميلة حواليها فهي شافت فأحلى فترات حياتها عدم وجود حنان وأمان بالنسبة لها أمتى إلهام بنقول لعمر راح أمتى ممكن أقولها مسموح لي أقولها بسي هو أنا دايماً طول بقول طول ما إحنا موجودين في الدنيا وبنتنفس أنا بقول لعمر ما راحش بس فيه حاجات بيع تقدر تعود حاجات كتير تقدر تعمل عيدة فيه حاجات لعمر افتراضي خلاص راحت بجرتيجة دائمي ما دي حقيقة حاجات فسيولوجية حاجات بيولوجية حاجات بيولوجية رجعها فرصة الأمومة بالنسبة لها تقريباً نراحت إن هي 47 سنة فخلاص فرصة الأمومة عندها هرموناتها وكل حاجة خلاص ده لو ما كانتش عاملة تجميد بويضات أو هي غير مؤهلة أو بيولوجياً يفعى تخلف بالزبط فهي بالنسبة لها تحاول تعود النقص ده في حياتها لو تقدر تقرب من مومتها تاخد سواب عند ربنا مضاعف البر لأن الأم ما كانتش بالنسبة لها أم طبيعية فهيكون إن إكرام تتعامل مع الأم دلوقتي ببر ده هيكون سواب مضاعف بالنسبة لها يعني اللي حستهم كده إنه مومتها مش موجودة حسستهم عايزين يخلفوا بالعكس يخلفوا عشان يعوضوا يعوضوا ما أنا قلتلك على حسب الشخصية فيه ناس عايزة تعوض عندها فائد ده تقدر تعوضوا في حد وفيه ناس مش قادرة تتعامل أو إنها تخد البيبي ده تروح بيه على قد شدة الوجع هي تواجعت لدرجة عملت لها كل كيعة جوه يعني حتى أش عايزة تفرحها طب ليه الأهالي ساعات بيزلوا عيالهم تقولها يا الله ليه ما تجوزتيش وتعيرها هي مش أم أساسا ما هي أساسا اللي سابت طفلة وثابتها واستغنت عنها وثابتها للدنيا كده هي فين الأمم لما بيقولوا كده لعيالهم بيحصل إيه أو أنت ما تتعشريش أو ما حدش شايفك حلوة ده تنمر تنمر إذا بيروح يكلموا ناس تانية بتروح تكلم حد عشان يثبت لها أنها حلوة عشان يقول لها كلمتين عشان يتحكي على بنتك فأنتي اللي تبقي في الآخر بتشربي اللي أنت بتعمليه طبعا أنا شتاب عيني أيوة طبعا هي كده هي بتكسر كل حاجة حلوة في بنتها بتكسر الثقة بتكسر كيانها بتكسر كل حاجة ده الأم والأب دول بيبقوا داعم لولادهم هما فيش واحدة بتقبلك يروح نحن مكلم لها مش عارف ميني حرق لها دمها طبع تبت تعمليه أيوة فدايما السيند واللي بيكون شخصية الطفل أو شخصية البنت الأم والأب في البيت أول حاجة طبعا أفضل قوي فيها حتى لو البنت مش حلوة أنت زي الأمر أنت مش شايفة نفسك دا والله أنت مش عارف إيه دا الأم هات ماشي حلوة البطة جميلة والله العظيم أنا بشوفكم أنت عارفة والله خارك يا طن تسيبها معينا كده ليه ممكن تكون مش حلوة خالص البنت وبطر الثقة اللي ما ميتها وبابها حسن هي ملك الجماعة تقول لك آية في الجماعة بنتي آية في الجماعة والله العظيم وعايز أقولك حاجة حطوا الثقة دي جوة البنت فالبنت مش حلوة وتحس أنها شايفة نفسها جدا أنها أمر وتشوف نفسها علينا حضرتك إحنا اللي بنتأذي من عيالك يا مدان إحنا اللي حتى نتكلم فيها يا مدان من كده من مميتها واسطة نفسها جدا ومميتها عملت جدا معيها والله العظيم أعرف ناس على السوشيال ميديا أنه الناس تقولك يا رب ربع ثقاتها بنفسها أطبعا وأكيد ووراها أمه أطبعا 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 أن الأساس البيت الأساس البيت والأم مدرسة صح؟ الأم مدرسة من أعدادتها أعدادتها شعبا طيبا ما حصلش بقى هنا كده هي ما لقيتش ولا مدرسة ولا لقيت أي حاجة طب هنقدر نقناعهم هما إزاي يعني الاتنين إزاي فهو في أمل ولا ملاش نقناعهم ولا إيه هوا بصي والموضوع صعب أنا 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 كلامي مع إكرام أن هي تحاول تاخد السواب داع داع فين أن هي تحاول تبرى ممتها تروح مرة في الأسبوع حتى ملاش تروح تعيش هناك على طول صح تروح لها مرة في الأسبوع زيارة صح ما قدرتش تعمل ده تتواصل تليفونيا بس اللي أنا عرفته من القصة أن هي على طول كبتها حتى لما بتحاول دلوقتي تقرب على طول يا اللي ما تجاوستيش لغاية دلوقتي على طول بتطلع كل عيوب البنت اللي هي سبب فيها فضلا الأم كانت سبب في ده هي الأم مش معترفة بأي حاجة من دي فهي الأم بصراحة يعني هو جزاقها عند ربينا أن هي عمل كده في البنت وزنب البنت دي في رقبتها دي حقيقة أنا بعايز أسمع منك بقى رشدة أخيرة لكل الأمهات اللي بتعمل كده في عيالها هتقول لهم إيه أقول لهم ولدنا دول أنا بحس أن دول تحويشت عمري يعني بجيبهم كده في الأول بيبقوا صغيرين دول بحويشهم في الزمن لما نحتاجهم ولد صالح يدعو الله حتى لما أيوة طبعا أنا دلوقتي بصحتي بروح وبيجي وبعمل أنا مش حاسة بقيمة ولادي إلا لما بقى اللي دلوقتي مامة إكرام محتاجة بنتها لما كبرت وحست أن هي محتاجة حد يسندها لما تكبر بقى وتلاقي السند ده فدايما بقولي الولاد دول تحويشت العمر مش فلوس بقى ولا تقولي لي شغل ولا ورث اللي سابت بنتها عشانه لا اللي هتزراعيه النهاردة هتلاقيه بكرة ده أساسي زراعة حنان هتلاقيه حنان أسوأ هتلاقيه أسوأ وقبل مطلوب من ابني اعمل دمعية أكون أنا عملته مع الأول عشان ألاقيه طب لو أنا ما عملتش دمع ولادي أو مع ابني وأنا بقوله وأطلب منه اللي زي إكرام دول يعملوا إيه؟ ممكن تحنني قلبهم إزاي؟ يعني نقول لهم زي رشدة برضو يعملوا إيه؟ اللي زي إكرام أقول لها بر الولدين أيها هي مش أم يعني هي بسي يعني أنا بروح ويجي معاكي في طريق بس كل ما افتكر كل تفاصيل في القصة طبعا هي ممكنتش أم من أول من الألف للي لحنا لو بكلم غريب في التريفون وقال لي إفلي أنا عندي شغلة مش هكلمه تاني أصلا فما بالك أم وواجعها والهي تخلت عنها في عز احتياجها ليها في السن أنا محتاجة في أمي السن مراهقة السن بكبر شايفة كل زميلي وكل اللي حوالي عندهم أمهات ورايحين وجايين معاهم وأنا مش لاقي أممتي وللأسف عايزة أقول لك أنه برضو يألهام يتيمة في وجود الأم عايشها أي برضو إلهام في أهالي عارفت تزرع دفع عيالها أنه يقوله أنا بشتغل عشان أجيب لك فلوس بقى الولد مستني الفلوس لا بجد بس أنا عايزة أقول لك حاجة مستني الفلوس عشان هخرج بيها عشان بابي بيعمل كزة عشان شفتها بس أنا عايزة أقول لك حاجة الفلوس أيوة هو بيستنى الطفل الفلوس بسهل ما بيكبر ما بيفتكرش الفلوس اللي تصرفت عليك بيكرهك أنت والفلوس بيفتكر لحظة حلوة خرقته فيها بيفتكر موقف هو كان محتاجي يتكلم معاك وإنت عاد تتكلمت معاه فيه احتويته فيه هو ده اللي بيعلم جوه أولادنا مش الفلوس الفلوس بينسوها تصرفت في لبس في خرجات في فوسح كل ده بيتنسي إلا لو وجود الأب موجود أو الأم بتكلم بحل مشاكلهم بعرف إيه اللي وجعهم بخرجهم بفسحهم أنا اللي بعمل ده مش بديهم فلوس وروح عمله أو خروجه أو كده وبتليه عنهم بالفلوس إكرام ممكن قربها من ماماتها يخليها تاخد أدوية أو علاجة أكتر مالياه فيه ممكن آه لأنه كل ما هتشوف الأم هتفتكر المعاناة اللي هي عنتها أنا بقول أنا بقول الواقع هي هي يعني على مدار سنينها هي ما حستتش بلحظة تحنية من الأم هي بصي هي في غربة ما بينهم دلوقتي يعني عشان كده مردتش تتحملي عليها تقولي روحي يعيشي هناك لا ما قدرش أقول لها كده بصراحة ما قدرش بس دايما أنا أقول لها بر الولدين حاولي لو قدرتي على نفسك عشان تخدي السواب عند ربنا مضاعف برها برها إن شاء الله حتى بالتليفون استحملي ربنا يخليك واستحملي أيو استحملي وعرف أن ننصف تعملي كل ده لله وأنا أقول لك شكرا مرسي مرسي لك عائلت مرسي لك جدا لخليك مرسي مرسي لك عائلت مرسي لك عائلت